السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بخالص العزاء للشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع والسيد الرئيس كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق وأخي جلالة الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع وتمنيات الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء وأكد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في المغرب واتصالا كانت السلطات المغربية أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الهزة الأرضية اللي شهدتها بعض عملات وأقاليم المملكة طبعا ده كان مساء الجمعة إلى 2012 قتيل عدد الجرحة وصل لـ 2059 حالة منهم 1404 حالات قطيرة والد الداخلية المغربية في بيان لها أن السلطات العمومية بتواصل جهدها لإنقاذ وإجلاء الجرحة والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللزمة لمعالجة أثار هذه الفاجعة المؤلمة وفي شأن متعلق قالت وزارة الخارجية أن هي بتتابع أوضاع الجالية المصرية المقيمة في المملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر واللي شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء الجمعة الماضي والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال أن السفارة المصرية في إراباط أمت بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية وده للاطمئنان على أوضعهم وكمان تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية وأن وفقاً للمعلومات الوردة الحد دلوقتي لم يتم رصد أي الضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية وبتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في إراباط متابعة الموقف على مدار الساعة وحيتم الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر